بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أحييكم جميعا من خلال قناة عين التعليمية اليوم مدتنا التدخل المبكر عنوان نقاء اليوم إطراءات عامة في مجال التدخل المبكر لفئة الإعاقة الفكرية أريد الآن أن أعرف من هم الأطفال ذوي الإعاقة الفكرية أو الإعاقة الذهنية أو نسميها مصطلحة دارج بيننا الإعاقة العقلية أصدرت الجمعية الأمريكية في تحديثها الأخير لتعريف الإعاقات الفكرية والنمائية في دليلها الأخير في إصدارها عام 2021 تتميز الإعاقة الفكرية بقيود كبيرة في كل من الآداء الفكري والسلوك التكيفي والذي يغطي على العديد من المهارات الاجتماعية والعملية اليومية للطفل أو للفرد وتبدأ هذه الإعاقة دائما قبل بلوغ الفرد أي سن التحديث الجديد إلى سن 22 سنة هذا هو مفهومي للإعاقة الفكرية أو النمائية أو الإعاقة العقلية منضمن فئات التربية الخاصة هم فئات الإعاقة الفكرية ودائما أطفال دول إعاقة الفكرية يحتاجون إلى خدمات التربية الخاصة والخدمات المساندة والخدمات الدائمة اعتمدت الجمعية الأمريكية لإعاقة الفكرية نسبة الذكاء فالنسبة الذكاء فهي تحدد من خلال هذه الفئات الأربعة فئات الإعاقة العقلية البسيطة حسب هذا المعيار تكون الفئة للأطفال أو للأفراد يحصلون على نسبة الذكاء من خلال مقييس السيكيومترية على نسبة تتراوح ما بين 55 إلى 70 إلى اختبارات الذكاء في التحديث الجديد في التصنيفات الحديثة صنفوا فئة الإعاقة العقلية البسيطة على حسب مقدار الدعم المقدم للطفل فالفئة العقلية البسيطة يحتاجون إلى دعم ماذا؟ دعم محدود فئة العقلية البسيطة دعم متقطع لأنها فئة بسيطة فئة العقلية المتوسطة على حسب الدعم هم فئة ماذا؟ الدعم المحدود هم الأفراد الدائما اللي يحصلون في علاءة اختبارات الذكاء ما بين 40 إلى 55 على اختبارات الذكاء صنفة على حسب الدعم هنا هذه الفئة العقلية المتوسطة فئة ماذا؟ الدعم المحدود فئة الإعاقة الشديدة هم الأفراد الذين يحصلون على نسبة الذكاء من بين 25 إلى 40 على اختبارات الذكاء تحرص الأم على معرفة نسبة الذكاء طفلها لتختار برنامج المناسب للطفل والدعم المناسب في هذه المرحلة للطفل فئة الإعاقة العقلية الشديدة في هذا التصنيف يحتاج الطفل هنا إلى دعم مكثف إعاقة البسيطة دعم متقطع عقلية متوسطة دعم محدود الشديدة مكثف فئة الإعاقة العقلية الحادة يحتاجون دائما إلى دعم شامل للطفل من جميع النواحي هم الأفراد الذين يحصلون على نسبة الذكاء متدنية تقل عن 25 في اختبارات الذكاء التي يطبقها مع الطفل تعرفت على تصنيفات الحديثة لفئات الإعاقة الفكرية أو الإعاقة الذهنية أو الإعاقة العقلية جميعها صحيح نأتي الآن إلى التصنيف التربوي تصنيف التربوي أولاً القابلون للتعلم هم الأطفال الذين لديهم القدرة على تعلم المهارات الأكاديمية بجانب المهارات الاستقلالية والمهارات الاجتماعية فئة القابلون للتدريب هنا أدرب دائماً هذه الفئة الذين تم تصنيفهم بالتصنيف التربوي ندربهم على المهارات الاستقلالية المهارات الاجتماعية مع الآخرين الفئة الأخيرة هم من يحتاجون دائماً إلى رعاية وحماية نسمي هذه الفئة فئة الاعتماديون وهم الفئة التي يحتاجون إلى ماذا؟ إلى دعم شامل ومكثف عرفت التصنيف التربوي للأطفال ذوي الإعاقة الفكرية أنتقل الآن إلى نقطة مهمة أسباب الإعاقة الفكرية للطفل أو أسباب الإعاقة العقلية مرحلة ما قبل الولادة أثبت للدراسات أن العوامل الجينية هي لها الأثر الأكبر في وجود الإعاقات الفكرية وهناك العوامل الغير جينية مثل أشعة تعرض الأم لأشعة الحصبة الألمانية الزهري اختلاف العامل الرئيزيسي تعاطي العقاقير والأدوية أثناء الحمل الإدمان على الكحول الأمراض المزمنة لذلك نحرص في برامج التدخل المبكر إذا تعرضت الأم إلى العوامل البيئية الغير جينية نحرص على معالجة الأم في هذه المرحلة في التدخل التوعوي للأم أسباب البيئية تعرض الأم إلى مواد السامة زي الرصاص الزئبق سوء التغذية تعرض الطفل أثناء الولادة إلى نقص الأكسجين أو التسمم أو الاختناق الذي يؤدي إلى ولادة الطفل ذو إعاقة فكرية أهمية التدخل المبكر مع الأطفال ذو الإعاقة الفكرية أعرفنا التعريف تصنيفات الإعاقة الفكرية أعرفنا أسبابها نأتي إلى أساس لقاء اليوم أهمية التدخل هذا التدخل مهم لأطفال ذو الإعاقة الفكرية نعم جدا مهم خاصة في السنوات الخمس الأولى ونحرص دائما في برامج التدخل مبكر إشراك الأسرة في هذا البرنامج لأن الأسرة لها دور مهم في تنمية القدرات للطفل ومعرفة مستوى أداء الطفل أهمية الدخل المبكر مساعدة الطفل على الاعتماد على نفسه وممارسة حياته الاجتماعية مما يساعده على تقبل الأسرة والمجتمع له من خلال ماذا؟ أطور مهاراته الاجتماعية وتنمية قدراته تنبيه الرضع الإدراك للطفل الحركة الرعاية الذاتية التنشئة الاجتماعية واللغوية للطفل مثال أعرض للطفل هنا لو لعاقل العقلية لو لعاقل فكرية ماذا؟ أساعد الطفل في تنمية مهاراته الآن سوف أعرض لكم كيف أنبه الطفل للمهارات الحركية المهارات الإدراكية أعرض للطفل وجبة الطفل هنا يشعر الطفل هنا بالسعادة في هذه المرحلة يبتسم الطفل يعرف الأشياء المألوفة هنا الوجبة ووضحها للطفل ويحركها أمامه يبدأ الطفل بتحريك يديه رجلي يبتسم لأنه يعرف الأشياء المألوفة وساعد الطفل على تنمية الجانب السمعي من خلال اللعبة ويتحرك الطفل عندما يسمع صوت اللعبة يحرك العينين يلتفت برأسه على حسب الصوت الصادر هذا نموذج في تنمية الجانب الإدراكي للطفل الجانب المعرفي أو ماذا؟ التنشئة الاجتماعية واللغوية والحركية للطفل دائما في برامج التدخل المبكر نساعد الأسرة على تقبل الطفل والتعامل معه فبداية الأسرة تكون منكرة تعاني من صدمة نحرص دائما على توعية الأسرة إرشاد الأسرة كيف يتعاملون مع الأطفال ذوي الإعاقة الفكرية عن التعرف على قدراتهم واحتياجاتهم أن الطفل قادر أن يتعلم قادر أن يطور مهاراته والعمل على تلبية احتياجاته مما يساعده على وجود جو أسري مناسب للتعامل مع الطفل دائما في الجلسة برامج التدخل المبكر يجب حضور الأم أثناء الجلسة مثال هنا في الجانب المعرفي للطفل الإدراكي أعرض للطفل الأرقام يسمي الطفل الأرقام بواحد أريد أن أطابق ماذا يعني واحد؟ مفهوم واحد قطعة واحدة اثنان بهذه الطريقة كم أشاهد يا بطل؟ أشاهد عودين اثنان ثلاثة ممتاز ثلاث قطع أربعة رائع خمسة أبدأ من الأسهل إلى الأصعب بعد هذه المفهوم والتسمية أنتقل الآن إلى المطابقة واحد ماذا تعني واحد؟ أطابق أطابق واحد يبدأ الطفل بالاستخراج واحد بهذه الطريقة رائع طابقنا المهارة المعرفية للطفل واحد يعني ماذا؟ قطعة واحدة رقم واحد بهذه الطريقة هذه بعض المهارات المعرفية للطفل في برامج التدخل المبكر الأسس العامة لتدريب وتعليم الطفل دوري عاقة الفكرية يجب أن يكون التعليم بالعمليات اللفظية واضحة وبسيطة استخدم مع الطفل اللغة الواضحة البسيطة اثنان يجب تشجيع الطفل عند أدائه للمهارات المختلفة المهارات الحركية المهارات الاجتماعية المهارات الاستقلالية ثلاثة يجب ترتيب المادة للأطفال ذوي العاقة الفكرية دائما نستخدم الأشياء من أشياء الحسية إلى الأشياء المجردة أبدأ بالتدريج أثناء تقديم المادة للطفل أو المهامة التعليمية نبدأ بالأشياء بالحواس كما فعلت في لقاء اليوم وانتهيت بماذا ينطق الطفل بمفرده بدون مساعدة وفي نهاية لقاء اليوم أشكر لكم تفاعلكم وأطلب من الله لي ولكم التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته